حيثما نلتفت هذه الأيام لا نجد سوى صور المرشحين واللافتات الانتخابية التي تحمل وعوداً وأمالاً يطوق المواطنون لتحقيقها فالكثير من المواطنين لا يلتفتون إلى هذه الشعرات والصور ويمضون في طريقهم والبعض الآخر تسوقفهم شعرات ووعود معينة متسائلين حول إمكانية تطبيقها لغة وشعرات الانتخابات في كل حيز وركن فلا لغة تعلو عليها مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستورية والناخب في المنتصفة بعض البرامج الانتخابية يراها مواطنون تداعب الخيال وتلامس العواطف أو مستهلك أو حتى لا يمكن تطبيقه قياساً بتجارب سادقة أنا من 1989 وأنا عايش الانتخابات في الأردن للأسف الشديد وبكل صراحة وبكل أريحية تقريباً نفس الشعرات هي بتتكرر ما بعرف يعني نفس الشعرات عما اللي بنسمعها نفس الكلام اللي هي قاعدين نحن بنسمعه تطبيق على عرض الواقع أنا بصراحة كمواطن أردن وكمتابع فاقد الأمل لا جديد ما فيه مصداقية ووعود وما فيه تطبيق للوعود برامج انتخابية وإن اختلفت بالكلمات إلا أنها اتفقت على التغيير والإصلاح وتوزيع الحقوق بالعدل والمساواة كما يراها البعض بالنسبة لمضامين البرامج الانتخابية يعني أغلبها فيها نقاط إيجابية إذا تم تنفيذها أو الالتزام فيها مثل ما طارحينها هالمرشحين جملاً هي برامج واضحة يعني ما فيها هالتعقيدات يخدم المنطقة يخدم الأهالي المجتمع المحلي الشباب العطين على العمل هذا اللي يعني اتجاه الشباب اللي يلو حالياً يعني بالانتخابات الكثير من القوائم الانتخابية لم تتفق على برنامج موحد بل كانت البرامج تختلف من مرشح لآخر داخل القائمة الواحدة ناهيك عن التوجه العشائري أكثر من التوجه على أساس برامجي الأصل في وجود القوائم المترشح للانتخابات وجود برامج متوافق عليها جميع أعضاء هذه القائمة ولكن للأسف ما هو موجود حالياً هو وجود قوائم مبنية على أسس إما عشائرية أو أسس متعددة ومختلفة لا يوجد لها برامج حقيقية واضحة على أرض الواقع إذن مع اقتراب يوم الاقتراع يبقى الخيار لدى الناخب باختيار من يمثله حالة يتم من خلالها الحكم على المجلس من جانب تلبية التطلعات عند الناخبين أو عدمها محمد الفايزة المملكة عمان